كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف عن خمسة مشاريع لتجميل التقاطعات الرئيسية وأشار الوزير خلف إلى أن المشاريع الخمسة هي تجميل تقاطع ميناء سلمان والمرحلة الثانية لتجميل التقاطع الجنبية وتجميل تقاطع شارع الشيخ عيسى مع شارع الشيخ سلمان سلمباد وتقاطع شارع الشيخ خليفة مع شارع الزلاق جامعة البحرين وتطوير تقاطع سار مشيرا إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للتشجير وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة لاختيار الأشجار المناسبة للمناخ البحريني والتي تسهم في تحسين المناخ وتخفيض دراجات الحرارة والمحافظة على التنوع البيلوجي من النباتات المحلية